تحية طيبة لكم احتفل الأمازيغ في بلدان شمال أفريقيا ومختلف دول العالم قبل أسبوع بحلول سنة جديدة حسب التقويم الأمازيغي السنة 1962 الاحتفالات اكتسبت زخما كبيرا لافتا للنظر هذه المرة مقارنة بالماضي ارتبط بتنامي الحس القومي لدى الأمازيغ ومطالبتهم بالحصول على حقوقهم الثقافية واللغوية ورفع ما يرى بعضهم أنه تهميش وتمييز يعانون منها منذ عقود طويلة وضع الأمازيغ طبعا يختلف من بلد الآخر كما أن الحقوق التي حصلوا عليها أو حرموا منها تتفاوت إلى أنهم يؤكدون على وحدة قضيتهم وضرورة إحقاق حقوقهم تزامنا مع هبة شعوب المنطقة المطالبة بالحرية والكرامة فما السبب وراء صعود القضية الأمازيغية للواجهة الآن؟ ما الذي تحقق حتى الآن؟ وما الذي يطالب الناشطون الأمازيغ بالتحقيقه؟ أيضا هل هناك إجماع شعبي أمازيغي على مطالب الحركة الأمازيغية؟ أما أن هذه الأخيرة اختطفت القضية وأدلجتها أكثر من اللازم؟ وأخيرا ماذا عن تهمة تنفيذ أجندات خارجية واستهداف الوطن والعروب والإسلام؟ مواضع نطرحها للنقاش في برنامج يانبي أجندة مفتوحة مع ضيوفنا وهم في الستوديو أكلي شاكا مدير جمعية تيفناغ المدافع عن حقوق الأمازيغ في ليبيا ومن الرباط أحمد أرحموش رئيس للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ومن باريس عبد الرزاق العربي الشريف الإعلامي الجزائري من منطقة القبائل وأيضا ستنضم إلينا في وقت لاحق من تونس خديجة بن سعيدان رئيسية الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية مرحبا بكم جميعا وأسوغاس إغودان سنة سعيدة لكم جميعا معك أكلي شاكا في الستوديو ربما الكثير من المشاهدين والمستمعين لم يسمعوا سابقا بالتقويم الأمازيغي وبالاحتفال بمناسبة السنة المازيغية الجديدة أعطينا نبذة مختصرة عن هذه المناسبة إذا سمحت السنة الأمازيغية طبعا تبدأ من التسعمية وخمسين وهو التاريخ الذي اعتلى فيه الملك الأمازيغي شيشانق العرش في مصر سعمية وخمسين قبل الميلاد سعمية وخمسين قبل الميلاد وكلمة شيشانق أصلا هي تعني شيش أو شيشنغ التي تعني بالأمازيغية أبونا أو جدنا أو كأذن الأمازيغ هذه المناسبة طبعا ليس لها لعلات دينية أو إنما هي عبارة عن حدث تاريخي مهم لدى الأمازيغ في جميع الشمال الأفريقية فهم يحتفلون بالسنة بمختلف كل بلد يحتلف بطريقته الخاصة لكنهم يلتقون في نقطة التي يحتفلون جميعا بهذه السنة نعم أنتقل إلى العاصمة المغربية الرباط سيد أحمد رحموش مرحبا بك قليلون هم من كانوا يحيون هذه المناسبة في السنوات الماضية ولكن لاحظنا مؤخرا في السنتين أو الثلاثة الماضية كان هناك زخم كبير يرافق الاحتفال بهذه المناسبة ما الذي استجد حتى أصبح الوضع هكذا الآن؟ أزول في اللون تيم سيوين أزول لمزيغ نغيز لامطن إفريقيا قضية رأسنا الأمازيغية قضية قومية للشعوب الأمازيغية في شمال إفريقيا ويحتفل بها منذ ما يزيد عن 1962 سنة أي عصرة قرون قبل ميلاد المسيح ترمز عمليا إلى مسألتين أساسية المسألة الأولى هي تحرير شيشونغ لمصر واسترجاعه لتصبح في خضم الدول الأمازيغية أو الإمارات الأمازيغية بشمال إفريقيا الجانب الثاني الذي ترمز إليه ترمز إلى بداية السنة الفلاحية والتي يحتفل بها الأمازيغ منذ المدة المذكورة آملين فيها توفير الأمن المائي وتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين ضمانا للاستقرار السياسي وضمانا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي طبعا الحركة الأمازيغية في مجمل دول شمال إفريقيا كانت تناضل دائما من أجل إعادة الاعتبار لهوية الشعوب الأمازيغية في شمال إفريقيا واستمر هذا المخاض وهذا الحراك الديمقراطي هذا الحراك من أجل الاعتراف بالهوية منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود على الأقل بالنسبة للمغرب الآن الموضوع أصبحت له أبعاد جديدة أصبح له يطرح نفسه بحدة لبروز وعي جديد لبروز الإيمان بالقضية وبروز دورها في الوجود ومطالبة الحكومات ومطالبة الدول وبرؤسائها وحكومتها من أجل مراجعة سياستها الإقصائية مراجعة سياستها التي تريد أن تعدم وجودنا وقيمنا وحقوقنا على هذه الأرض فنحن أصحاب هذه الأرض نحن أصحاب هذه الأرض ونريد أن يتم الاعتراف بنا وبوجودنا وأعتقد أن الاعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني مطلب من بين العديد من المطالب الأمازيغية سيد أحمد لأنتقل الآن إلى العاصمة الفرنسية باريس سيد عبد الرزاق العربي الشريف مرحبا بك قراءتك في تصاعد ما يسمى ما يطلق عليه البعض الآن الحس القومي لدى الأمازيغ الذي من مظاهره على الأقل مؤخرا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية والزخم الذي يكتسبه كما قلت قبل قليل خلال السنوات القليلة الماضية أولا شكرا لكم وشكرا لقناتكم على هذه الالتفاتة لمشاركة الأمازيغ في احتفالاتهم وأقول لكل الأمازيغ أينما كانوا في العالم الزلفلون أثقاس من جاز أنا أظن بأن الاحتفال قديم ليس جديدا ربما الاحتفال الرسمي أصبح جديدا لكن فيما يخص مثلا الجزائر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية موجود في كل مناطق الجزائر ليس فقط في منطقة القبائل لكن يكتسي مظاهر مختلفة ثقافية في كل رأس السنة أمازيغية ما يسمى به الناير وتختلف التسمية من منطقة إلى أخرى من الشرق الجزائري إلى الغرب إلى الجنوب إلى الوسط فالمداشر والقرى والعائلات تحتفل بهذا الموعد بهذا الاحتفال بأشكال ثقافية وبتحضير أطباق للمأكلات مختلفة فيتم الاحتفال كما ينبغي بهذا اليوم في كل مناطق الجزائر لكن الاحتفال الرسمي والاعتراف الرسمي كان ناقصا كما قلتم فمثلا في الجزائر بعد الإضراب الذي شهدته الجزائر عام 1995 أين الحركة الأمازيغية كانت تطالب بتعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة تعليما رسميا فبعد إضراب دام أكثر من ثمانية أشهر تقريبا سنة دراسية كاملة الحكومة الجزائرية عمدت إلى إنشاء ما يسمى بالمحافظة السامية للأمازيغية فمن أهم المهام التي أوكل لهذه المحافظة هو إحياء الطراث الأمازيغي وتقديم مبادرات لتدريس وإحياء الثقافة الأمازيغية ومن بين ما قامت به هذه المحافظة السامية هو الاحتفال الرسمي الوطني بعيد السنة الأمازيغية فمنذ ذلك الحين أصبح الاحتفال رسميا يعني منذ 1995 ولكن المطالبة الآن للحركة الأمازيغية هو اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني في دول شمال إفريقية أعتقد الوضع هو نفس الأمر في ليبيا في الجزائر عفوا في الجزائر في الجزائر هناك دعوة الآن من طرف نشطاء ومن طرف جمعيات ثقافية مختلفة وحتى من طرف المحافظة السامية الأمازيغية التي هي مؤسسة حكومية يعني تتبع لرئاسة الجمهورية فالآن تطالب بأن يكون هذا العيد عيد وطني جميل الطلب مطروح في الجزائر في المغرب أيضا وفي ليبيا حسب ما أعتقد ما الذي يعنيه لكم أكلشك الاعتراف بالسنة الأمازيغية كيوم وطني في ليبيا وفي مختلف دول شمال إفريقيا طبعا هذا الاعتراف أو تدوينه كعيد وطني في ليبيا يعني لنا الكثير يعني لنا ما يعنيه لكافة الأمازيغ في شمال إفريقيا فهي مناسبة وطنية تاريخية تعود إلى هذا الشعب جزء لا يتجزى من تاريخه من الماضي هذا الشعب فهو يجسد أيضا المساواة بيننا وبين الإخوة العرب يعني عندما تحس أنك أنت تحتفل بأعيادك كغيرك من المواطنين أو من تقاسمه الوطن فتحس أنك أنت جزء من هذا الوطن يعني الكثير من العطاء والمشاركة وقد تختفي الكثير من الأشياء التي يريد طبعا الاحتفال برأسنا الأمازيغية هو عنوان لطرح عدد من مطالب الأمازيغ التي يطالبون بتحقيقها في دول شمال إفريقيا المختلفة إن سألتك الآن في ليبيا أهم مطالب الأمازيغ التي يريدون أن تتحقق قريبا ما هي؟ المطلب الأول الذي يريد الأمازيغ وهو ليس مطلب فهو حق فالحق كما تعلمون لا يطلب لكن ما نسعى كأمازيغ وككيان أمازيغي في ليبيا الآن هو المساواة هو العدالة والعدالة لن تتحقق إذا همشنا بالطريقة التي همشنا في طيلة 42 سنة وما نراه الآن غير موعود غير مقنع غير كافي غير كافي فنحن كأمازيغ في ليبيا المطلب الأساسي الآن هو دسترة اللغة الأمازيغية بجانب شقيقتها العربية هذا هو المطلب الوحيد الذي يسعى إليه الأمازيغ إلى تحقيقه وليس للأمازيغ أي مطالب سياسية أو أجندة خارجية كما قال عنهم هذه الحكومة المؤقتة على لسان السيد عبد الجليل الذي خرج علينا وكأنه قدافي جديد يعني خرج علينا بمجرد أن أحد الأمازيغ الشرفاء الذين ناضلوا من أجل القضية الأمازيغية وهو معروف شخصية معروفة في جميع شمال أفريقيا وهو فتحي بن خليفة وهو الشخص معروف أن القدافي حاول يعني أن يدعوه رئيس الكونغريس الأمازيغ العالمي الرئيس الكونغريس الأمازيغي حاليا الذي حاول النظام القدافي بأن يعطيه الملايين والوظائف لكنه فتحي رفض كل هذا وعندما قامت هذه الثورة في ليبيا كان فتحي أول من أنضمي للمجلس الانتقالي وكان يدور العواصم الأوروبية ليقناع على اعتراف المجلس الانتقالي وتشيعي ما كان موقف عبد الجليل باختصار يعني عندما طلبنا بهذه عندما طلب الأمازيغ بمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية خرج عليهم أحد محامي وللأسف الشديد هو محامي يعني حقوقي استلم حتى جائزة دولية على أنه حقوقي خرج علينا ويقول ويتهمنا أنتم وأنتم وسنفعل بكم وأنتم يعني يؤدي تهديد يعني صريح بالعبارة فيما بعد يعني قلنا باهي ما فيش مشكلة يعني بعدين بعد فترة يعني لما أصدر قراء اجتمع المؤتمر الأمازيغي في طرابلس قدموا بطلب اللي هي ترسم اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية لكن عبد الجليل صادفنا وصادف الجميع الليبيين الأحرار الثوار قال يعني قال بلسان الحرفة بحالة لا أعرف إذا كنتم لديكم أي تسجيل لهذا قال أن هؤلاء لديهم أجندة خارجية يعني نفس اللغة التي كان يستعملها لكانت مستخدمة سابقة طبعا جدافي كان يقول سموم الغرب طيب يعني نفس العبارة تخررت في النظام الجديد أحمد أرحموش في المغرب في ليبيا مطالبت بدسترة الأمازيغية هوية ولغة وثقافة في المغرب حدث هذا ولكن مطالبكم تتعدى ذلك بكثير ومما يقول بعد أنها أكثر مما يجب ما الذي تطمحون إليه بعد دسترة الثقافة واللغة والعقية الأمازيغية لا يا أخي في المغرب دسترة الأمازيغية في المرتبة الثانية ومعلقة على قيد وعلى شروط الأمازيغية لا يمكن أن تتعايش مع الفساد ومع الاستبداد تاريخ الأمازيغيين كانوا دائما يعيشون في إطار ديمقراطي وفي إطار شفافية وحكامة جيدة أبتلي الوضعنا ورؤية للأمازيغية نظر شمولية فبقدر ما تتقدم الديمقراطية أعتقد أنه ستتقدم وضعية الأمازيغية في المغرب وفي مجمل دول شمال إفريقية وضعية الأمازيغية نعتبر من مواطنين من الدرجة الثالثة وليس من الدرجة الثانية أعترف بالأمازيغي لغة رسمية لكن أريد لها أن تعلق على شرط صدور قانون تنظيمي هذا القانون تنظيمي من سيضعه يا أخي؟ سيضعه الأعداء الأمازيغ يوما يحاربونها منذ سنوات ومنذ عقود لم نحن لم نشارك في وضع اللبنات الأساسية لترسيم هذه الدستور أعتقد أن الوضع الآن الذي هنا في المغرب أصبحت هناك مؤشرات فيما يتعلق بمكونات الحكومة الآن يمكن أن تلعب دورا سلبيا في المزيد من التكريس للمنطق المحافظة والتراجع أحيانا على المكتسبات على الحريات والحقوق ومن ضمنها طبعا الحقوق اللغية والتقافية الأمازيغية نحن نريد مجتمعا يتعايش فيه الجميع نريد مجتمعا متساء يتساوى فيه الجميع بدون أي امتيازات لأي فرض على الآخر نريد أمازيغية تنفيذ والشماء إفريقيا في ليبيا في مصر أستاذ أحمد لماذا لا تعترف بالمكاسب التي حصلتم عليها الآن والتي قدمها لكم الدستور الجديد الذي اعترف بالأمازيغية وتعمل بالتدريج على الحصول على مكاسب أخرى لماذا تريدون كل شيء ضربة واحدة بين عاشية وضحاها لا يا أخي الوضع الآن في الدستور هي إشارة رمزية أقر فعلا باللغة الأمازيغة الرسمية وهذا مكسب انتزعة الحركة الأمازيغية صحيح لكن معلق على صدور قانون تنظيمي وهذا القانون تنظيمي في إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالحكومة الجديدة الحكومة المحافظة الملتحية الذين في البلاد والتي نسقت مع المحافظين والذين يبنون إيديولوجيتهم على المنطق القومي العروبي الشوفيني المنغلق نحن طبعا سنناضل سنستمر لكن الموضوع الآن أكبر بكثير من هذا المجال نحن غير مستعدين لتقديم تنازلات غير مستعدين للاستمرار في نفس الوضع الذي عشناه منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود الحراك الشعبي الديمقراطي الذي تعرفه المنطقة شاركنا فيه بقوة أدينا أتمن كبير من حيث الضحايا من حيث المعتقلين من حيث القمع من حيث تشريد نريد الآن أن نقطع عام الماضي نريد إنصافا مصالحا أشرت قبل قليل إلى الحكومة المغربية الجديدة بزعمة حزب العدالة والتنمية وقلت أن حكومة عربية شوفينية وكأنك لا تدري أن أهم القيادين في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة هم من الأمازيغ منكم أين هي الشوفينية العربية؟ هم أمازيغ يا أخي هم أمازيغ مستلبون طبعا انظر إلى تصريحتهم قبل أن يكونوا في الحكومة انظر إلى أدبيتهم قانونهم الأساسي الذي يؤسس على المنطق الديني وعلى المنطق العروبي انظر إلى أدبيتهم أقول لك يا أخي منذ البارحة البارحة منعت الصحفي القناة الأمازيغية من الحضور من تغطية بطولة الكأس إفريقيا للأمم باللغة الأمازيغية من طرف هذه الحكومة هذا أول إجراء تريد أن تنزل به هذه الحكومة على أرض الواقع هو تمييز عنصري نحن نريد أن نتابع بطولة إفريقيا بلغتنا الأم لا نريد أن يفتي علينا أو أن يمارس شيء موصاية علينا جميل لكي يقوم بعملية تحويلنا إلى أصنام نتقل إلى العصمة الفرنسية اسمح لي أن نتقل إلى باريس مع عبد الرزاق العربي الشريف هناك من يأخذ على الحركة الأمازيغية والمدافعين على القضية الأمازيغية ما يسمى بثقافة المظلومية يعني الشكوى من التهميش والتمييز ضدهم عوض العمل على الحصول على تلك الحقوق بالعمل الجدي وبتدريج ما رأيك؟ ربما قد يكون هذا صحيحا إلى حد ما لكن لا يجب أن نمسى على السلطات وعلى الدولة من واجباتها خاصة حينما هذه الدولة أو هذه السلطات تعترف مثلا فيما يخص الجزائر تكلم دائما على الجزائر مثلا الأمازيغية الآن هي لغة وطنية ولو أنها ليست رسمية وهذا المطلب لا يزال قائما في الجزائر لكن فيما يخص التطبيق لأن أظن بأن المشكل ليس فقط هو مشكل نصوص لكن مشكل أيضا ومشكل تطبيق هذه النصوص فيجب أن تعطى لهذه اللغة كل الوسائل المادية والمعنوية لكي تنتج المنتوج الثقافي الذي يأمله المجتمع الثقافي والذي يبرهن بأن هذه الثقافة وأن هذه اللغة لا زالت حية وتستطيع أن تكون حية وأن تنتج فمثلا مشكل تدريس اللغة يبقى قائما في الجزائر ولو أن الجزائر خطت خطوات خاصة في نهاية سنوات التسعينات لكن هذا التدريس لغة الأمازيغية تراجع إلى الوراء مقارنة مع سنوات التسعينات هناك مساعدة كل المنتجين الثقافيين المصرح، السينما، الكتاب كل هذا الانتاج الثقافي يجب أن تتم مساعدته من طرف الدولة لأن هذا يحتاج إلى موارد ويحتاج إلى أموال كثيرة فلا تستطيع الجمعيات الثقافية الصغيرة الموجودة في المدن أو القرى أن تقوم بهذا العمل فيجب أن تكون هناك يد مساعدة من طرف الدولة من طرف مؤسسات الدولة حتى يتم تحسين مستوى هذه اللغة حتى تصبح لغة للتعامل في المجتمع كاللغة العربية إن سألتك بشكل مباشر على من ترقلهم في عدم حصول الأمازيغ على حقوقهم هل على الأنظمة التي لا تريد أن تعطيهم حقوقهم إن صدق ذلك أم على الأمازيغ أنفسهم الذين لم يجدوا بعض الطريقة المثلى للحصول على حقوقهم لا يا أخي أنا أقول بأن ربما تكون المسؤولية مشتركة لأن ربما فيما يخص النظام الجزائري مثلا يجب أن نعترف بأن النظام الجزائري أعطى أشياء كثيرة في هذه القضية ولو أن لم تأتي فقط هكذا جاءت بعد نضال طويل سنوات من النضال طويل ابتداء من الحركة الوطنية الجزائرية في سنوات الربعينات حتى سنوات الثمانينات كل كل النظام الذي قام به الناشطون والمثقفون خاصة الذين كانوا مقتنعون بهذه القضية الأمازيغية فالدولة الجزائرية أعطت الكثير في هذا الشأن لكن يبقى الكثير الآخر على الدولة وعلى مؤسسات الدولة أن تقوم به خاصة بأن النصوص موجودة يعني القانون موجود حينما ينص الدستور على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية فهذا من المفروض أنه تتبعه أشياء أخرى فيجب على مؤسسات الدولة أن تطبق هذا الواقع إذن إجراءات على أرض الواقع طيب لأعود الآن إلى الربع عفوا الأستاذ أحمد أحمروش سوف يغادرون بعد قليل وأود أن نستغل آخر دقائق معه أستاذ أحمد هناك من يقول أن القضية الأمازيغية هي في وقع الأمر مختطفة من قبل قلة قليلة تصدر الكثير من الضجيج والضوضاء ولكنها في وقع الأمر لا تمثل أغلبية الأمازيغ في شمال أفريقيا وكأن هناك أغلبية صامتة من يمثل القضية لا يمثلها فعلا أو من يختطف القضية لا يمثلها لا يأخي أعتقد أنه من يتتبع الحراك الأمازيغي في شمال أفريقيا أو الربيع الأمازيغ أو الربيع الديمقراطة في شمال أفريقيا سيلاحظ بعينه بأن الأمر أصبح يمتد هناك وعي كبير جدا الآن لدى المواطنين لأنه لا تنسى بأننا مقصون من الإعلام الإعلام لا يوفرنا الإمكانيات للتواصل مع المواطنين الإعلام موفر فقط باللغة العربية وموفر فقط للناس الذين يستهلكون إعلاميا لخطاب منغلق قومجي عروبي إسلاموي منغلق نحن الآن المجال للحرية العامة مجال للحق في الإعلام يطرح إشكالات كبيرة وبالتالي عندما انفتحت بعض القنوات بعض الإعلام وأختص بالذكر بالأخص بعض الإعلام الأجنبي أو ما يمكن أن نسميه بعض القنوات على المستوى المحلي هناك بعض التجاوب مع المواطنين بدأ الوعي كبير وابتلي فهذا الأمر لم يعد نخبويا صحيح أن الأمر انطلق في إطار حركة نخبويا من طرف الحركة الأمازيغية لكن من تتبع المسيرة الشباب الأمازيغي في الرباط في يوم 15 يناير الماضي الذي خرجت فيما يقترب من 5000 شاب أمازيغي يطالبون بإعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية في إطار التضامن مع الحراك الأمازيغي بكل من مصر وليبيا وكذلك في مصر والجزائر أعتقد أنه سيلاحظ بأن الأمر لم يعد متوقفا على النخبة بل بدأ المجتمع يفرز قيادات جديدة شباب جديد الذي سيلعب أدواره في المستقبل وأنا فرح جدا جد فرح جدا بهذه التحولة التي تعرفها المنطقة ليتحول المطلب من مطلب النخبوي إلى مطلب جماهري وهذا ما تؤكده الصحة الوطنية الآن من خلال مشاركتنا ومتابعة لحركة عشرين فباير بالمغرب وانخراط الأمازيغ في الحراك الربيع الأمازيغي بأشمال إفريقية شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد أرحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على المشاركة معنا للأسف قضى الوقت معك أشكرك شكرا جزيلا ونتوقف مشاهدنا ومستمعينا مع فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة حوار حلقتنا اليوم شكرا جزيلا عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل مع العالم للحصول على خدمة الأخبار العاجلة على لاسماس ابعث رسالة نصية عليها بي بي سي اي لشركة الاتصالات الخاصة بي هنا لندن بي بي سي الثالثة في لندن أسعد الله صباحكم مباشرة على الهواء أخبار السياسة والاقتصاد والمجتمع والرياضة أراؤكم بأصواتكم العالم هذا الصباح على موجات بي بي سي اذاعية في أي مكان في العالم استمع إلى البي بي سي اهلا بكم مجددا مشاهدين ومستمعين في هذه الحلقة من برنامج جند مفتوحة التي نناقش فيها احتفالات الأمازيغ في شمال أفريقيا وحول العالم بالسنة الأمازيغية الجديدة وطبعا دلالات ذلك السياسية والثقافية تماشيا مع الحركة السياسية في بلدان الدول شمال أفريقي والبلدان العربية ونرحب في هذا الجزء من حلقتنا بخديجة بن سعدان رئيسة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية التي انضمت إلينا من تونس مرحبا بك سيدة خديجة طبعا نضالات الأمازيغ في دول شمال أفريقيا الأخرى يعني الآن نديها سنوات طويلة في محاولة الحصول على حقوقهم لكن أنتم في تونس لم تؤسسوا هذه الجمعية للمطالبة بحقوقكم إلا قبل أشهر قليلة لماذا تتأخر في الانضمام إلى ركب المطالبة بحقوق الأمازيغ أولا نقول أزول في اليون أيتمد ستمة السلام عليكم أخوتي أخواتي أسقاس دامقاس أشهر عامكم مبروك بالنسبة لتونس طبعا مناخ مناخ الحريات كان مناخ تضييق كبير جدا كنا نعيش في ظل ديكتاتورية مع نظام بن علي أساسا هو مشكل حريات عن المستوى السياسي والثقافي لذلك لم نكن لم نكن نرى أحيانا لم نكن نستطيع أن نتظاهر أو أن نطالب بحقوقنا أو حتى أن نطالب بالاعتراف بنا بالإضافة لأنه بن علي واصل السياسة التي بدأها بورقيبة وهي سياسة تهميش الأمازيغ كل ما هو أقليات كل ما هو ثقافة وطنية ثقافة محلية لذلك جاء تأسيس الجمعية في إطار مناخ من الحرية وديمقراطية بعد ثورة 14 في تونس ولكن سيدة خديجة أنت تقولين وكان السبب هو أصلا نعدام الحريات في تونس ولكن نعدام الحريات ليس حكرا فقط على الأمازيغ هو طبعا ينسحب على كل الذين كانوا يناضرون من أجل حقوق الإنسان في تونس وأيضا ليس في تونس فقط في كل دول المنطقة فما الميزة الخاصية التي تميزكم أنتم بالنسبة لنا لم نكن ليس ظهور جمعية فقط هو اللحظة الأولى في النظام الأمازيغي في تونس لأنه كانت هناك محاولات أخرى في إطار جمعيات أخرى لم تحمل اسم صريح للدفاع عن ثقافة الأمازيغية بل كانت جمعيات محلية تحاول تنمية العمل على التنمية المستديمة في بعض المناطق الأمازيغية المنعزلة أو العمل على الحفاظ على بعض التقاليد بعض الممارسات الأمازيغية للبحثة الحفاظ على اللغة هناك مجهودات فردية ومجهودات مجموعات كان هناك تأسيس مثال في سنوات السبعين لفرقة أمازيغ فرقة موسيقية حلم أنه قبر بسرعة للأسباب طبعا سياسية فيما يلي كانت هناك محاولات مثال لم تكن جمعية أول أنشطة لدفاع الأمازيغية في تونس فأنا ناشت مع الجمعية سمحني مع جمعية سكر جبل العالم في باريس هذا بالنسبة للماضي وتاريخ الحركة الأمازيغية في تونس الآن أنتم تطالبون الحكومة التونسية الجديدة وأيضا المجلس التأسيسي بإعطائكم بعض الحقوق وأيضا الاعتراف بالهوية الأمازيغية في الدستورة التونسية المقبلة ولديكم حسب ما أعلم خطة للقاء بالرئيسة التونسية المصفة المرزوقي هل هناك تجاوب مع مطالبكم؟ ليس الاعتراف ببعض حقوقنا الاعتراف بكل حقوقنا بصفتها حقوق إنسانية من طبيعي جدا أن يتم الاعتراف بها الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية مكونة أساسيا من مكونات تونسية مكونات الهوية التونسية وأيضا ضمان حقوقنا في المستقبل خصوصا أن اللغة الأمازيغية مهددة جدا مهددة بالاختفاء في ظرف 10 أو 15 سنة رسلنا سيد منصف المرزوقي الرئيس المؤقتة الجمهورية التونسية من أجل مقال لقائه إلى حد الآن ردود فعل حتى مع التجاوب مع مظاهرة قمنا بها في نهاية شهر ديسمبر كانت ردود فعل تجاهلية سنقول لأنها لم نرى أي رد فعل عداما نراه بعض من بعض الناشطين سياسيين على شبكة الانترنت على الفيسبوك أو غيره رأينا تصريحات بين الحملة الانتخابية لبعض الناشطين السياسيين أحيانا كانت سلبية جدا تصريحات يعني يعني الرئيس مثلا رئيس سيد المنصف المرزوقي يصرح بين الحملة الانتخابية في شهر أكتوبر يقول أنه كل من يتكلم اللغة العربية في تونس فهو عربي فهو عربي رغم أنه يتحدث عن أمازيغ ويجب أن يحافظوا على لغتهم وثقافتهم نستغرب ذلك لأنه إذا كان كل من يتكلم اللغة العربية فهو عربي يعني كل من يتكلم اللغة الفرنسية فهو فرنسية مثال طيب لأعود هنا إلى الستوديو وإلى الوضع وضع الأمازيغ في ليبيا أكل شكا بالنسبة للأمازيغ كانوا طبعا وما كانوا جزء لا يتجزأ من الثورة الليبية على النظام السابق نظام معمار القدافي شاركوا بشكل فعال في تلك الثورة ولكن لديهم مؤخدات من المجلس الانتقالي والحكومة الليبية بأنها همشتهم بعض الشيء فيما يتمثل هذا تهميش إن كان فعليا موجود فيما يتمثل طبعا الأمازيغ كما تفضل طبعا كانوا اللبين الأولى في التخلص من النظام الديكتاتوري المقبور النظام القدافي وقد ساهموا في التورة وجنلوا في أول لحظات التورة الليبية فقد فقدوا مئات الشهداء وقد رأينا مجازر ومقابر جماعية من الأمازيغ كما رأيتم في القلعة وأماكن أخرى كما تم تهجيرهم وقد عانوا الأمر ريد لكن للأسف الشديد في بانة هذه التورة الليبية كما تلاحظون في نشرات الإخبار في منصة التي كان يخاطب بها المجلس الانتقالي والأعضاء للمجلس الانتقالي كانت الخلفية كانت مكتوبة باللغة العربية وبحروف التفيناغ هذا عندما كانت التورة في يعني عندما كانت التورة يعني لم تتحرر البلاد البعض لكن بعد يوم بالضبط بعد يوم تحرير طرابلس تفاجأنا جميعا هذه المنصة التي كانت مزينة بحروف التفيناغ بإجانب الحروف العربية حضفت وكانها لم تكن يعني تعتقد أن ذلك مقصود كان ذلك مقصود طبعا أكيد مقصود يعني هي كانت منصة رسمية التي كان يخطب منها رئيس المجلس الانتقالي والحكومة التي كانت والثوار والعالم كلها يعني خطب على هذه المنصة وقد شاهدوا هذه الحروف على المنصة لكن اختفت اختفت هذه المنصة هذا الليل على أن النواع غير يعني هناك نية مبيتة ضد الحركة الأمازيغية والحقوق الأمازيغ في ليبيا وهذا الشيء الأول الشيء الثاني عندما صدر الدستور المؤقت ليس هناك أي مادة نص على حفاظ أو على الحقوق الأمازيغية قد اعتبرها لغة وطنية وكأنها لغة مستوردة نحن عنا في ليبيا عنا لحم مستورد يعني عندما تستورد شيء من الخارج ماذا عن المناصب في الحكومة ليبيا الجديدة هل أنصفت الأمازيغ هذه الإشكالية الثانية طبعا والثالثة لكن هذه ليست مشكلة الأمازيغ الأمازيغ لم يطمعوا في المناصب وليس لهم مشكلة في الأمازيغ لكن ما صدمنا به هذه الأشياء التي خرج علينا إليها بالإضافة إلى هذا عبد الجليل هو نفسه ورئيس الحكومة المؤقتة قد اتهموا بدأوا في اتهام الأمازيغ على أنهم لديهم جندة خارجية عندما طالبوا بحقوقهم وبالمساواة وبالعدالة التي كان ضحى عليه الجميع الليبيين الليبيون جميعا سواء كان عربا أو أمازيغ لم يضحوا من أجل أن يعود قدافي آخر الذي خرج من هذا الباب وقد عاد للأسف الشديد نحن في ليبيا كأمازيغ صراحة صدمنا بالواقع الذي نعيشه اليوم يعني عندما بدأت هذه الثورة يعني جميع الأمازيغ كبارا وصغارا شيوخا يعني دخلوا في الثورة بدون استثناءات وعولوا الكثير عولوا على هذه الثورة في الكثير ولكن لم يتحقق شيء لم يتحق شيء لم يتحق شيء حتى الآن اسمح لي أن أنتقل الآن إلى عبد الرزاق العربي الشريف في العاصمة الفرنسية ألقى أكل شكة أشار إلى نقطة مهمة وحساسة ربما وهي اتهام الأمازيغ بالعمل في إطار أجندات خارجية البعض يذهب أكثر من ذلك ويقول أنهم يتلقون دعما خارجيا كيف يمكن الرد على هذه الاتهامات هل قد يكون من بعد هذه الاتهامات صحيح؟ أنا لا أظن بأن هذه الاتهامات صحيحة وهذا الخطاب معروف وأصبح الآن بالي فهذه الأنظمة في وقت من الأوقات كانت تريد أن تواجه أصحاب هذه القضية بمناسبة شعبية في كل البلاد فبدأت تختارع أقاويل من هذا النوع بأن ما يطالبون به لم يأتي من الداخل أتى من خارج وهؤلاء عملاء من الخارج فأظن بأن أساس هذه القضية غير صحيح ولو أنه ربما هناك شخصيات ولا أفراد يعني معزولين ربما لهم نوايا غير حقيقية غير موثوق فيها فيما يخص الثقافة واللغة الأمازيغية لكن ماذا عن الدعم السحي الذي تحصل عليه بعض الجمعيات الأمازيغية في دول شمال أفريقيا من دول أوروبية بالتحديد ومن دول الغرب بشكل عام ونظمة المجتمع المدني في أي إطار تضع ذلك أولا يجب أن نثبت أن هذا الدعم موجود ثم يجب أن نثبت أن هذا الدعم يعطى فقط لهذه الجمعيات لأن الآن مثلا الدعم المالي لجمعيات موجود لكل الجمعيات التي تنشط في الميدان المدني سواء الجمعيات التي تنشط في المجال الطبي أو المجال الثقافي يعني كل المجالات يعني المساعدات المادية الأوروبية أو العالمية الآن موجودة يعني ليس شيء جديد وشيء لا يقتصر فقط على الجمعيات الثقافية فلا يجب أن نتذرع مثلا في بعض الأحيان قد يتكون هناك بعض الشخصيات ليست لها نوائحة حسنة فلا يجب أن نتذرع خاصة حينما يتعلق الأمر بالأنظمة السياسية أو بالدول فلا يجب أن تتذرع بهذا لكي تشك في قضية عادلة وقضية صحيحة لشعب كامل يحاول أن يحيي ثقافته ويتكلم لغته خديجة بن سعدان في تونس مرأيك أنت في تهمة الأجندة الخارجية ولعب الأمازيغ في إطار الأجندة الخارجية بل هناك من يقول أن الهدف من ذلك هو استهداف العروبة والإسلام في دول شمال أفريقيا هذا ما يقول أدعم ما قاله الصديق عبد الرزيق من باريز تهمة العمالة هي تهمة بالية وقديمة جدا ولماذا لا تسأل جمعيات أخرى في تونس أو في شمال أفريقيا بشكل عام عن مصادر تمويلها والجميع يعرفوا أنها تتلقى عدد أرقام كبيرة جدا ألاف الملايين من اليورو أو من الدولارات كل سنة ولا تسأل عن مصادر تمويل الشيء الثاني نتساءل لماذا دائما نربط العروبة بالإسلام ما هي نسبة العرب من المسلمين بصفة عامة في العالم أجمع هي الخمص أو لا تتجاوزه لماذا كلما تحدث أحد الأمازيغ عن حقوقه ثقافية أو لغوية تهمة بعدائه للإسلام نستنكر ذلك لأن العروبة شيء والإسلام شيء نحن أمازيغ بعضنا مسلم فينا نسبة مسلمة أو فينا من يدينه بدين آخر لكل دينه ولكن المسلم من يحترم ديانته وفقهم بإسلامه هناك من يطرح فكرة أيضا أنكم تستعدون العرب أو العروبة والإسلام بقولكم وكأنه لا تتحقق الحقوق الأمازيغية ولا تحققون ذاتكم إلا من خلال استعداء الآخر يعني ما ردك على هذه النقطة ما نشاهده أولا هناك بعض عرب أو من يقول أنه عربي من يتهجم بشكل كبير على كل من يختلف معه في اللون أو في الشكل أو في الثقافة والأمر كذلك من بعض الأمازيغ ولكن ذلك نستنكره من كلا الطرفين بإمكاننا أن نتعايش ولكن على أن يحترم كل مننا حقوق الآخر لماذا هضمت حقوق الأمازيغ على مدى قرون طويلة وكل ما تحدثوا عن حقوقهم التهم بعدائهم للعرب أو بعدائهم للآخرين عن موقفكم أنتم على الأقل في تونس من حركة النهضة والحكومة الجديدة التي شكلتها ما موقفكم موقفنا هو المشكلة سعيد ما قلته نحن لا نخشى لا نخشى الإسلام أو الحركة الإسلامية ولكن نخشى نخشى أساسا كل من فكره منغلق ويرفض التعدد الثقافي والتعدد السياسي القضية ليست قضية إسلاميين أو عروبيين أو غيره القضية هي قضية تعددية ديمقراطية حرية احترام للآخر فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم لتعارفوا ليس لتعربوا نعم أكل شك هل لدى القضية الأمازيغية ما تخشاه من صعود الإسلاميين الذي يلاحظ في شمال أفريقيا لا لا أعتقد ذلك لأن كل الدلالات كما تفضلت الأخت خديجة يعني جميع الأنظمة هذه التجربة دائما يحاولون ربط الأمازيغ على أنهم لديهم أجندة خارجية وأنهم ضد الإسلام من الذي نشر الإسلام وما هي نسبة الأمازيغ من الدين الإسلامي يعني هذه أسئلة صراحة استهزائية أحيانا لا نعرف حتى نجاوب عليها لأنها تستفز الشخصية الأمازيغة وفي واقع الأمر يجب الإجابة عليها لأنها تطرح فعليا يعني الناس يتحدثون عن هذه الأمور إن لم تطرح هذه الأسئلة فلن تتضح الصورة بالنسبة للمراكم والذي يريد أن يفهم فيجب بالتالي الإجابة عليها نعم أقصد هنا أن الأمازيغ مطلب الأمازيغ يعني ليس لديه أي علاقة ضد الإسلام أو أنه لديه أجندة خارجية نحن تعايشنا مع العرب مئات أو ألاف السنين لا أتحدى أي شخص في تاريخ أن هناك أي عداء مثلا بين الأمازيغ مثلا منظم كحروب أو كش لم تكن هناك أي حروب مثلا سواء كانت حتى كانت بين الأمازيغ نفسهم أو بين العبر أنفسهم ليس هناك عداء أصلا لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة المساواة العدالة والتعايش السلمي والتعجدية هذا هو المطلب الذي يسعى إليه الأمازيغ فالأمازيغ هم الذين رفعوا الإسلام هم الذين وسعوا الإفلام في أدغال أفريقي وهم الذين في الأندلس وهم الذين يحافظ من معظم الكتاب الفقهاء هم من الأمازيغ إذن لا خوف على القضية الأمازيغية من الإسلام والإسلاميين طبعا واضح يعني وادا الكلام هو أنه لخوف على القضية الأمازيغية من الإسلاميين أو صعاد الأمازيغين في شمال أفريقيا. ولكن النقطة التي أود أن نطلح على عبد الرزاق العربي الشريف في باريس. هي ما تفسير هيمنت ما يسمى بالتيار العلماني في بعض المرات الراديكالي على قيادات الحركة الأمازيغية. أو ممثلي الحركة الأمازيغية. عفوا. قبل أن أجيب على الآن السؤال. أريد فقط أن أضيف في قضية الإسلاميين. وهذا الخطر المحتمل على الأمازيغية. فنقول كل من يعادي الديمقراطية قد يكون خطراً على الأمازيغية. لأن القضية الأمازيغية هي قضية عادلة. هي قضية تمس بحرية التعبير. فإذا كان هؤلاء الإسلاميين الذين تتكلمون عنهم يعادون الديمقراطية. لا يعترفون بالآخرين. لا يعترفون بحقوق الآخرين. فطبيعياً وحتمياً سيكونون أعداء لهذه القضية. لأن هذه اللغة غير اللغة العربية. ربما لهم أفكار غير أفكارهم. فأكيد إذا كان هؤلاء الناس لا يعترفون بالديمقراطية ولا يعترفون بالآخر. فسيكونون خطراً على الأمازيغية. لكن حسب تصريحاتهم. وأنا سمعت التصريحات سواء في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أو في المغرب. القيادات الإسلامية حالياً تقول بأنها ستعترف بالآخر. معناها أنها تعترف بهذه الثقافية. ما مقرأتك في سبب سيطرة التيار العلماني الذي يصف بعد المرات بالرادكالي في الحركات الأمازيغية؟ أنا أظن بأن هذا التفسير يجب أن نبحث لماذا. أنا أظن أن الناس أصبحوا متطرفين. يعني بعض الناس يجب أيضاً أن نكون منصفين. كل النشاطاء في هذه القضية ليسوا متطرفين وليسوا متشددين. لكن الأنظمة السياسية وإنعدام الاستجابة لمطالبهم هي التي حولت بهؤلاء الناس إلى أن يتطرفوا وأن يحاولوا أن يجدوا الدعم من الخارج. حتى مثلاً في قضية الدعم الخالجي. لماذا مثلاً الأمازيغ في بلدانهم يحاولون أن يستعينون بالخارج أو بمرظمات خالجية أو بشخصيات خالجية؟ لأنهم لم يجدوا الدعم في الوطن. في أرضهم. فيما يخص ثقافتهم. فيما يخص حقوقهم الأساسية. فيما يخص هذه الثقافة. لم يجدوا الدعم. أكثر من ذلك وجدوا البطش ووجدوا في بعض الأحيان أمور لا يقبلوا العقل في سنوات السبعينات أو سنوات الثمانينات في الجزائر مثلاً. أمور هذه الثقافة قُبلت بالبطش وقُبلت بتصرفات غير مقبولة. فأكيد وطبيعي أن يبحث هؤلاء المشاطة لكي يلقظوا ثقافتهم ويلقظوا لغتهم. أن يبحثوا عن مساعدة خالجية في بعض الأحيان. ولو أن هذه المساعدة لم تثبت صراحة. وأن يتطرفوا في بعض الأحيان. بعض منهم مثلاً قد يقولوا وقد يتهموا بأن العربية لأنها هي العربية هي اللغة التي تسود في البلد. يظنون بأن هذه اللغة هي التي تسيء إلى لغتهم. طبعاً هناك لوعاً من الذاتية. الموضوعية في مثل الحالات تغيب الموضوعية. العقل في هذه العاطفة هي التي تتكلم قبل العقل في هذه الضروط. خديجة بن سعيدان في تونس. لماذا علمنت القضية الأمازيغية؟ هل توافقين أصلاً على هذا الاتهام؟ لا أوافق حقيقةً على هذا الاتهام. لأنه لأن أولاً مسألة الدين هي مسألة شخصية جداً في الأول. ثم لماذا كما قال الأخ عبد الرزاق؟ لماذا أحياناً نجد بعض الشخصيات أو بعض المناظلين الأمازيغيين مندفعون أكثر نحو طيار علمالي متطرف أحياناً بعض الشيء. هو من الضغط. هو الاتهام الدائم. أحياناً نجد ردة فعل سيئة جداً من الإسلاميين. نجد أن كل ما تحدث أحد عن الأمازيغية أو الأمازيغ نتهمه أما بالإلحاد أو بعدائه للإسلام. أو نتهمه بتهم سيئة جداً. تجعله أحياناً تنفره أحياناً من الاقتراب من تلك التيارات. هذا ممكن بعض أسباب هذا المشكل. ولكن بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة. لأنني أرى أن أكثر المناظلين الأمازيغيين هنا في تونس هم معتدلون. ونرى أيضاً نفس المسألة في ليبيا. هناك مناظلات أمازيغيات في تونس أو في ليبيا متحجبات كذلك في تونس. نحن ندافع عن إسلامنا كما ندافع عن أمازيغيتنا. ونعود لنقول أيضاً أشدد عن أن مسألة الدين هي مسألة شخصية. المهم أن تكون لديه حقوقه اللغوية ثقافية. ثم مسألة الدين تعود له وحدة. طيب. لا يجب أن نقيم الأشخاص على أساس دينهم. نعم. واضح. الآن أشكنا على نهاية الحلقة. وأود أن نستشرف المستقبل شيئاً ما إن حق لنا ذلك. أكلي شاكا. كيف تنظر إلى مستقبل الأمازيغ في ليبيا؟. قراءة استشرف للمستقبل في نظريك. كيف؟ صراحة قبلاً أجاوب على سؤالك. هناك إقصاء آخر يواجهه أهل الجنوب من قبل المسودة التي صدرت قبل أيام. وهي المادة الثالثة من مسودة الانتخابات. حيث تقول بصريح العبارة أن كل الذين لديهم الجنسية الليبيا قبل عشر سنوات. لا يحق لهم الانتخاب. ومعظم سكان الجنوب وهم السكان الأصليون من الطوارق والتبو وولاد سلمان الذين لم يعطيهم النظام البائد حقوقهم الشخصية. فقد يعني صراحة هذا جزء كبير جداً من الأمازيغ. يعني رقم كبير مقارنة بالأرقام. حرموا من المشاركة. حرموا من المشاركة الاجتماعية. وهذا يعني إضافة أخرى بما عانيناه من الدستور ومن اللائحة ومن الحكومة لإقصاء. مستقبل الأمازيغية وأنا بصريح العبارة أقولها الأمازيغ الأمازيغ في ليبيا لا يمكن اليوم أن يعودوا إلى السنوات الاضطهاد التي عاشوها لا يمكن أن يعودوا أليها. سواء كلفتهم أرواحهم أو بسلاحهم الأمازيغ لن يعودوا إلى السياسة التي أعودهم عليه لمعامر الكذاب. وهو الحرمان الإقصاء التهميش الاتهامات يعني واجهوا جميع إذا لم تتحقق مطالب الأمازيغ في ليبيا أنا لا أستبعد لا أستبعد يعني في قراءة يعني قراءة يعني واضحة يعني أن تكون هناك الأمازيغ سوف يعمل جميع الوسائل سيستعملوا جميع الوسائل في استعادة حقوقهم لأنهم فقدوا الكثير نعم إذا لم يستعيدوا حقوقهم التي ماتوا عليها يعني مئات من المقابر الجماعية والشهداء يعني ما أخلوا حاجة يعني الأمازيغ في ليبيا ما دروها من أجل إنجاح هذه التورة وهم كانوا اللب أو العمود الفقري هذه إنجاحة التورة يعني يعني إذا تعرف أن 70% من ليبيا قد تم تحرره من الأمازيغ يعني الجنوب الليبي بكاميله يعني من قبل يعني الفصائل التي أو الثورة التي جاءوا للجنوب كلهم من الأمازيغ طرابل السرط يعني فقدوا الشهداءهم في كل الميادين طيب أوكي إلى العاصمة الفرنسية باريس عبد الرزاق الشعوب طبعا الآن كما يتضح تتوقل التحرر والإعطاق الحرية والكرامة شاهدنا ذلك في الربيع الديمقراطي في مختلف دول المنطقة كيف ينطبق ذلك أو يؤثر على القضية الأمازيغية طبعا أنا أظن بأن مستقبل الثقافة الأمازيغية مرتبط بمسيرة الديمقراطية في هذه البلدان فإذا صارت الديمقراطية كما ينبغي فأنا أظن بأن عد الأمازيغية مشرق ولكن إذا كانت مسيرة هذه الديمقراطية في هذه الدول صارت غير ما كان مأمولا فأخشى كثيرا على هذه القضية خاصة حينما نرى التغيرات التي مثلا نأخذ مثال الإخوة في ليبيا يعني بين التصريحات الأولية للسلطات الجديدة الليبية وما يقولونه الآن حسب الإخوة في ليبيا فهذا طبعا أنا أظن بأن يجب أن نربط هذه الثقافة وهذه اللغة كحق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تصبح الحق في اللغة هو حق من حقوق الإنسان فيجب أن يتماشى مع الديمقراطية ويجب على هذه الأنظمة أن تغير نظرتها إلى هذه القضية وتراها بعين ثقافي ليس بعين سياسي فاللغة هو مطلب شرعي ومطلب ثقافي هذه الشعوب لا تطلب إلا الاعتراف بلغتها وأن تتكلم بلغتها وأن ترى لغتها تتطور كي تصبح لغة علمية تتماشى مع اللغات الحية الموجودة الآن في العالم لأن هذه اللغة عليها خطر الاندثار إذا كان عليها الضغط والتهميش أكثر مما هو موجود حاليا فالخوف كثيرا على هذه اللغة أن تنتظر هناك تخارير أممية على مئات اللغات الأقليات واضح سيدة نرزاق اسمح لأن نتوجه الآن إلى العاصمة تونس خديجة هل من إشارات إيجابية تلحظونها يعني تعطيكم إشارة إلى المستقبل الحركة في حد ذاته الحركة المزيغية في تونس هو إشارة إيجابية ميلايد وبناء حركة المزيغية بدأت تكبر وتساقو بعض الشيء في تونس هذا أمر جيد المسألة مسألة حقوق المزيغ في تونس أو في شمال أفريقيا بصفة عامة مرتبطة بالديمقراطية بمسار الديمقراطية أن تحقق الديمقراطية فستحقق حقوقنا إن شاء الله نرجو أثني على ما قلته الربيع الديمقراطي ليس كما تقول جميع وسائل الإعلام في العالم الربيع العربي الربيع ربيع ديمقراطية وربيع أمزيغي إن أردنا هو ربيع دول شمال إفريقيا بدأ من تونس نرجو أن يكون المستقبل أفضل وأن تتحسن الأمور وأن نحصل على حقوقنا وأن نرى تمزغ فعلا موحدة شمال إفريقيا وإن شاء الله في هذه اللحظة أفكر في أخواننا توارق في مالي والنيجر لأن وضعيتهم صعبة جدا نثني على مجهوداتهم وعلى نضالهم وسندعوهم دائما لأنهم جزء لا يتجزأ من شمال إفريقيا ومشعب الأمزيغي شكرا جزيلا لك في نهاية الحلقة مشاهدين ومستمعين أشكر ضيوفي من تونس كنت معنا خديجة بن سعيد دان رئيسة الجماية التونسية للثقافة الأمزيغية أكل شكا في الاستوديو رئيس جماية في ناغة المدافعة عن حقوق الأمزيغ في ليبيا من فريس عبد الرزاق العربي الشريف لإعلام الجزائري من منطقة القبائل كما أشكر أحمد أرحموش رئيس الشبكة الأمزيغية من أجل المواطنة في المغرب الذي كان معنا في الجزء الأول من الحلقة تحية من فريق البرنامج ومني بدل الدين الصاغ وللقاء في أجندة مغاربية مفتوحة نفتحها معا السبت المقبل ترجمة نانسي قنقر